نورت يا حسن بي لا عريش تعبتك معي لا لا تعب ولا حاجة فندم ما تحت عمرك فتيك برقابك يا فندم ما تبين نكرمك يا الله يا على فكرة فندم أنا بعدي على حاجة كده زي ما اتفعنا كل كمين ما تطمين عليها ما تبين نخليك يا حسن الله مش عارفه إليك إيه ما كنت قعدت معانا حسن بي كالتلقم ولا حاجة مستعجبين يعني مش أنفى عنده مشغولة لازم عملها يلا اطيك على الله مع السلام مع السلام عزيزي سلام عزيزي اجأة راجل والله يا حسن بيدي خلق ما فاكرني بإشرف أحلى كوب بيتين شاي لحد ما الغادا يجاس بقولك يا هدن بتعرف يجيبلي كارتاً مينمري بسي يكون كبير شوية هنزل على الفيديو تدفع كام يا السلة اللي انت عايزة أfight هنا الكبات أيوة طبعاً البت صفاء رنة فتحة هنا باترينا كده بيبيع فيها كروت شحن وكفرات موبايلات وكارت الميموري ده أكيدا عندها البت صفاء مين؟ رنة رنة شوتي ليك بلد غريبة يا بت أنا مليش في دار بالنسوان ما تعصبنيش أكتر من كده انتققوا كيفين؟ أكتم الله ما عرفه ورحمة أبو يا أمدي ما عرفه يا بت انجد نفسك وانتقق والله العظيم أنا عايزة انجد نفسي بس رح أقربش حاجة ده حتى أخر مهر رجع عندنا مقالش ما كانوا فيه انت وأبراهيم جاء لكم البيت طب يا بنت الناس ما ترايح نفسك وترايحيني من الغلب ده أنا معرفش انت خايفة من ايه أنا مش عايز أأذيه وربنا يا سلام أمال انت عايزه في ايه؟ عايزه في مصلحة مصلحة هتفيد وتفيدني واحتمال تطلع من مصيبة اللي هو فيها دي مصلحة ايدي؟ ملكيش فيه انتقق انت بس عشان تخلص نفسك وتخلصيني وتخلصيني يا إما بقى هعمل اللي يزعال ويزعالك آه وانا مش هزعل لوحدي قلت يا بنت الناس حاضر حاضر انا هقولك على كل حي شاطر يا نوب اديني بقى التليفون قال حاجبلك الكارتة قبل ما صفعة تقفل ماشي بكام الكارتة ده وده؟ عاب يا سليم برضو مش عايز تاخدني معاك بكرة ماليش يا برايين خليك انت بقى المرة دي كفاء عليك لحد كده تقولش الكلام ده سليم بيه الكلام ده فتأ وانه احنا خلاصة بيه بقينا مع بعض على الحلوة والمرة وبعدين يعني انا بصراحة كده مش عايز اسيبك لوحدك ماليش يا برايين كده حسن لي وحسن لك بعدين لا تقدر انا اتنسكت ولا حاجة ما تخافش مش اولى على بكاتك بس احتياطي يعني لو اتنسكت لازم تبشي من هناك فهورة ما تعودش لحظة واحدة انت فاهم ولا لايه؟ ايه الكلام ده بقى اسليم بيه ما تقلقنيش ان شاء الله ربنا هيكرمك وهينصرك وهترجع مكبور الخاطر ربك كريم ان شاء الله ربك كريم ان شاء الله برده مقفولة برده مقفولة تبت تأكدها بات ان دي الامرة اللي كلمت منها؟ اول مصدحة عارفة لو طلعت بشتغلينها عامل فيك ايه؟ قسم بالله ما باشتغلك بس انا قلتلك ان هو بيتكلمنا منها وقت ما يعوز غير كده بيبقى مقفولة حاويه تقاوس مالة عليها اكد دي عركات زفت الطين التاني انا هو ما اروح مشوارة يوعد قللي عالك وتعملي حركة كده ولا كده احنا في حتة مقطوعة يعني هنا اقمن من برا والتليفون ده يفضل معايا على الله المحروس التسر يخلصك ويخلصنا انا صفاء انت فيه؟ ماش صلاح صلاح انت شفت الفيديو اللي منزلينه العيال ده؟ بتاع السيت اللي ابنها ماد؟ شفته فاندم مش عارف ليه ساعدتك واخد المضوع بحساسية جديدة كده الست وقالت الكلام ده ألف مرة قبل كده والولاد بتوع السوشيال ميديا احنا بتعودينهم على كده من أول قضيبة بدأت ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ مش عارف ايه الجديد؟ الست اللي هباخد في كل الناس وبالقسم من أول رئيس الجمهورية لغته الكل الست موجهتش إعانة مباشرة لأي حد واحدين إذا كنا هنصنف كلامها ده يعني فاحنا هنحط تحت بند يوم واعتقاب من باب العشم يعني من باب العشم؟ كده هو؟ ليه؟ إيا كانت من بقية عالتهم ولا إيه؟ اسمها صلاحة أنا اتخنعت من الموضوع مش قادر كل الناس بتضغط عليها عايزين يأخذ موقف وأنا مش قادر لأنا قادر أقرب من الست ولا العيال اللي نزلوا الفيديو لأن لو قربت منهم حيولعوها نار عشان كده أنا مخلومة والناس كلها بتضغط علي عايزين يأخذ موقف وأنت كمان ما بتساعدنيش يا صلاحة عشان كده أنا قررت أسحب القضية منك وديها لعوني السلاح دار بعد كده ملكش دعو بالقضية دي خالص حضرت لك شايف كده يا فندم؟ ده أقل حاجة إن قدر نعملها وإحمد ربنا كويس إنها جت لغاية كده مفضل 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 ده إبني سياد اللي قتل سليمي للنصاري اللي أنتم طلعينه بطل في كل الفيديوهات شايفة شغلة شاحتة والتهديد؟ مش عايزين حد يفتح بقه ولي يتكلم ويدفع عن سليم يا إما يبقى تهداب يا إما يبقى قابض قرأ يا سلمة أنت حتظلمي زي الناس ولا إيه يا بنتي ده اللي جرب الظلم عمره ما يظلم حتى لو كان عدوه يعني أنت عاجب الكلام الساتي دي يا ماما؟ مش عاجبني يا بنتي بس أنا مقدارة اللي هي فيه إذا كان أنا ابني الوحيد بعيد عني وقلبي بيتحرق عليه كل يوم وهو عايش ربنا يطيله الصحة والعمر يا رب فمالك هي ابنها الوحيد فقدته للقرض مش هتشوفه تاني وحتى مش عارفة تجيب حقه أنا بقيتش فهمكي خلص بكرة ربنا اللي ما يكرمك وتتجاوزي وتخلي فيه وهتعرفي معنا أبداً وتعرفي أنا حاسة بإيه أنا حاومة المستيسى المال يا ماما تروحي فيه فيه مشوار كنت عامل أأجل فيه وأقدم رجل وأخر رجل بس خلص مش هعارف أأكله لازم أروح لو موريني السلام عليكم عليكم السلام حضرتك والدة زياد لا يرحم لا يرحم لا يرحم لا يرحم أنا والدة سليم الأنصاري موسيقى 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 عقلين اللي انت جاي تكلمني في ده انت هدمغك فرولت منك على آخر على فكرة مش عارف يا دامر وما اللي اللي هيكون مغيرها من ناحية دي جدا؟ يا ابنها انجي ما تغيرتش أساسا هي كده طول عمراء يا شادي قبل تجواز وهي كده وبعد ما تجوزت وهي بردك كده نكادية عادي يعني زيها زي 6 مصرية أصيلا لا 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 انت أصلك ما شفتش يا بتتعامل معي ازاي؟ انت تقريبا مش طيقات اندها حق وانت أصلك بردك عال ما تضطقش سدي يا لأنا غلطة ان انا عادت معاك انت بتضحك؟ انا ماشي يا لعد يا بطل قمس لقال بتاعك ده بغزر معاك يا أخي قعد بس وحيات ابوك تكلمني زي وانا بكلمك كده بكلمك فيه بس يا شادي ولا انت بطوله يا ابني يترد عليه ازاي؟ مراتك بتعرف عليك حد؟ استخفى الله العظيم يا رب يا داشتان شطان ما تبقاش عبيد ما اهملهاش تفسير تاني بص يا شادي انا وانت عارفين ان انجي مبطقنيش لكن حق ربنا مراتك ست محترمة وانت بتقوله ده اي كلام؟ هي ممكن تكون قفوشة زنانة نكادية زي ما بقولك لكن لانت بتقوله ده صدقني مش موجود يرد انت كنت قصة حبتك شعيره لها الابدان اما الالله هيكون مغيرها من ناحية دي كده؟ هي هي نفس مشكلتك طول عمرك يا شادي يا شادي الـ طيب وزيادة عن اللذوم يا احيا العدة毒 ما انا طول عمري با بقى غيران منك من احنا صغيرين والابقين فين ففي والله العظيمة بقى زيك بس في موضوع النسوان دهітب زياب بقى با شد في شعر ما ديسمع من اخوك النسوان ما يحبوش الرجل الطيب كده لما الأرض غوين ايه الاسرار؟ كائنات بخاططة اي فابدي عنك طب تفتكر يعني لو لو أنا شديت علي أندي ممكن تثبت معي آه بس بالعقل يعني شد شوية ترخي شوية شوية لطفة على شوية خربشة اعمل لها كوكتيل كده أقول لك فكرة سائعة خدها وسافروا أي حتى كاميو اعملوا هانيموس جديد يا عم اه كده اخي اضحك كدتك القارة في شكلك يا بسك انت كروق بقى مش عايز مالوشة لازمة تعب ده كل 6 سنة أنا قاعدة خمز دي ومشي على طول احنا زعيه ناس غلابة بس بنفهم في الاصول وانتي جاية لبيتي جيكي عندي عقل زيارة ونعمل ناسية 6 سنة الله يرحموني حسن اليه وشه مريح ويدخل القلب على طول انتي عارفت ما انا حبيت ابنك الله يرحمه قبل مشوفه ولا عرفه حتى مرد خاني قدي مع اسديني بني بسبب واني عملت تربية عملتك بتربييته يا ريته كانت طالع ببطاجي ولا صالح قاله كان هيبقى لسه عايش معايا لدلوقتي بقى تقولي كده ادعيله بالرحمة ابنك مات شهيد لو كانت تربيتك ما نفعتوش في الدنيا ان شاء الله تنفعه في الاخر انا مش فاهم انت عايزة ايه انت عايزة ايه ست انتي انتي جاية عمالة عودة تتكلمي معايا زي ما تكوني صاحبتي وانتي مش صاحبتي لو في قلب الكلمة عايزة تقوليها وحرقاكي قوليها وخلصيني ايه ست سامي انا انا في الحياة مقدرة المصيبة اللي انتي فيها وادعي ربنا يصبرك عليها بس والكعبة اللي انا زرتها انا كنت دايماً ادعي لابني بالهداية واقول ربنا يحميه ويحافظ عليه ويحميه من كل شر اصدقين يا ست سامي سليم ابني مانوش يد في اللي حصل ازياد السليم مظلوم زي وزي ازياد بالزبط ها في يوم بتشوف ابنها وحش انا عايزة كتطلعي النار اللي زرعوها جوه قلبك وحكمي قلبك وعقلك انا خلصت كلامي ست سناتنا وادعي لك ربنا يصبرك وسكي تماماً ان انا قلبي وبيدي مفتوح لك بالليل قبل من النهار السلام عليكم مالا التلفون تفتحه بيرلنا هو تقول الكلمتين اللي اتفقنا عليهم احسن لك ها؟ تعمش عايف مين رقم العمال اللي يكلمنا ده؟ الرقم ده مش محدة غير فريدة طب ما ترد عليها يا بيه؟ يمكن عايزة تقول لك حاجة ده مش رقم فريدة مش جي الأرقم اللي بتكلمنا منها أم ولا هيكون مين يعني؟ ما عرفش بس أنا اللي غلطان خليتك تتكلم من التليفون ده بعد ما كلمتهم من تليفون هو ده يمكن حد من أعليه؟ اه ده رقم نور أختي هادية بالنرد عليها ما ينفعش يا إبراهيم ليه بيه ما انت خلتني كلمتهم قبل كده؟ المرة الفتعة عملنا فيلم كبير عشان تكلمها المرة دي بقى مضمنش إيه اللي ورا المكالمة دي يا إبراهيم؟ هيكون وراها إيه يعني يا سليم بيه؟ أكيد عايزين يتطمنوا يا عم حس بقى شوية انت يهي البرود اللي انت فيه ده؟ احنا في مصيبة يا ابني احنا في مصيبة سليم جبت لك الكرت مالكو كي حاجة حصلت وانا مالي من قلت لك هو اللي بتكلم ده انت بصدقتنيش وانا بقى هفضل قاعك جنبك هنا لحد ما محروسة اخوكي يتكلم طب وانا زنبي ايه بس؟ بقولك ايه؟ انا لا فيقلك ولا فيقل اخوكي انت هتفضلي مش رفع عندي هنا حد ما يتصل عشان لو ما اتصلتش مش حلو عشانك عروسة طب وايه المشكلة يا سليم؟ انا ارد على ايه التليفون واكلمهم على ايه دعاء جاريتهم كده مش هيبقى فيه قلق ولا حاجة وعشان ايه ده كله؟ ايه لازمته الهاري والراغي؟ بعد ايه لازم يعرفوا ان احنا في مصيبة مش في رحلة مش يمكن بيتكلموا علشان في حاجة مهمة؟ ايه المهمة دلوقتي يعني يا هودا؟ ما عرفش بس لو ردنا هنعرف خلاص سيكي طب فدونا سيرة بقى طب لو اتكلموا تانيا رد؟ طب بفرض ما اتكلموا مش عالي ممكن ان اتكلموا لا يا ابراهيم لا يا ابراهيم مش هينفع مش هينفع حس شوية بيت تسلي قرونت؟ ماشي بس خلي بالك ما تخافش ألو؟ ألو؟ هاي هودا عايز ازاي كان يا نورا؟ بقولك ايه هو الحاجة عندك؟ بس ليه كنت عايزة في حاجة ازايك يا نورا؟ اخبارك ايه؟ طب ثانية واحدة هشوفهولك نورا عايزة اتكلم إبراهيم ليه؟ هي بتكلمني على اني دعاء وبتسأل عليه على انه الحاجة ما تخافش يا سليم مش هيحصل حاجة يعني لو كلمته عشان خطري نخلص ايوا يا نورا هو معاك يا هو كان بيصلي بس معلش ايوا يا نورا ازايك يا حبيبتي؟ حاملة ايه؟ بقولك ايه؟ في حد عايزة يكلمك بس ايوا حد عندك ياخد باله ها؟ ماشي يا حبيبتي ماشي بقولك ايه؟ ما انجلت كتير نورا معايا بتحتي ايدي لو عايزت تشوف على وش الدنيا تتكلمنا على تليفونها ضروري بقولك ايه جدعليا عندك ده يعرف حاجة هنصلى على النورا جماعة اهيمة ها؟ سلام حبيبي باستنيك سلام ما فيه عم تساحم كده دي؟ لا اه، الخط اعضع فجأة الخطات عليها طم انت عليهم يعني؟ ها الحمدلله طيب خلاص بقى هالتليفون ده الحمد لله ما هتلفت معك هو وكلمتوه خلاص بقى خلاص بقى خليك طيب جدع يا نور شوفت بقى عشان طريعت جدع معي قديني فكتلك الرباط اهو زي ما قلتلك ما قاملوش لازم اطلا ما تسمعك الكلام وبتنفذ اللي بقوله قديني جيبتلك اكل اهو وجايبلك حاجة سائعة ومية معدنية وكل اللي نفسك فيه اه وانا تطلعي جدع معي اطلعك دع منك عشر مرات انما تقل باصلك وانا تفنك هنا وما يبلكيش صاحب انا مش عاوز اتفع حاجة انا واحني بتناول نبي مشانا اقبل التنف اللي انت عايزه انت شايلة الهم ليه بس يا نورة حبيبتي ما انت قاعدة اقام خمس نجوم اهو وخليت اتكلمتي مرات اخوك وقلتلي انك هتتأخر عشان اول يوم في الشغل النهاردة احنا بس هنأكل لقمة مع بعض كده عشان يبعيش ومالح لحد ما بريم يكلمت ماشي دعا دعا حتى جايبلك فينه ما الكبير على الطلاق عمرها مدايته البيت الصفاء ولا جبته لها ازازة اعمل حاجات بتاعت العجاني بدي ما تخشش بيتنا امسكي امسكي يا حبيبتي هنأكل لقمة مع بعض امسكي انا زي اخوك يا بكي واسمي في ايه بريم وانه بخبي حاجة ولا ايه هم هخب عليك يا اسليم بيه هم مش بخبع حاجة تحصل تسعت الموكالمة كده وانت مساهم ومش مزبوت مش مساهم ولا حاجة تلاقيه بس صاحب عليوا انه هو بعيد عنهم ومحشوه وما كل الناس جامدين زيك صح يا إبراهيم؟ حقيقي الكلام ده؟ ها عسل بنت السوارة عيانة واددها المستشف طب استيت ربنا يشفيها إن شاء الله ما تلقش أنا عارف أنت تعبت وتبادلت معي بس هانت بكرة بس أجيب الفيديو ده وكل حاجة تتحلم صبتنا تروح في ستين دهية ونخلص وعد علي يا أخي أول ما رجع الشغل أجيب لك حقك أنا عمر بنسوا في تجنبي أبدا أبراهيم بس أنت ولي رب يا رب خير يا عم صالح عايزني في إيه؟ خير يا بنتي أنا ملاحظ يعني إن موقفك وطريتك مع سليم تغيرت كتير أنا مش عارف أنت عايزين مني إيه بالزبط أدي له وش تزعله مني أتعامل معا كويس برضو تزعله مني يا بنتي ربنا ما يجيب زعل وإنت عارفة كويس إن أنا عمري ما زعل منك بس يعني هو يا كده يا كده ما فيش حاجة في النص نص إيه بس يا عم صالحة الراجل بيسألني حاجة في مجال دراستي وأنا كنت برد عليه يجربوك يعجز على الكلمتين دول يا هدى بص يا بنتي أنا عارف إنك ما بقيتش صغيرة وإن مسير ربنا يبعثلك ابن الحلال اللي تكملي مع حياتك وربنا خلق قلب البني آدم عشان يحب مش عشان يكره كر من فعل الشيطان بس تفتكري سليم في ظروفه دي ينفع بلاش تفتكري في حالته دي يقدر يعرف مشاعره رايحة فين حضرتك كبرت الموضوع أوي ما فيش حاجة أصلا لا يا هدى فيه واندور إن أنا نبهك النيدى لا وقته ولا ظروفه ربنا يا بنتي ينور طريقك للخير أنا حقوم أصلي إيه لإن الفجر لسه قدامه ساعة الثلاثة ربنا يهديك يا بنتي موسيقى 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 مطلط دوش يا بريمو النبي عايز نام ساعتين بروح مشوار زناتي سيبنا نامو النبي بغط وشك بدل ملنا موسي ياكلك ها ايش ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العزيم صدق الله العزيم معناها ايه الكلام ده يا أخوانا ربنا بيقول لك ان السلطة لا بالجاه ولا بالفلوس ولا بأي حاجة غير الإيمان الإيمان وبس انت كمؤمن لازم تبع عارف انك أعز خلق الله يعني لا يهمك ولا من بيه ولا من ظابط ولا من باشا ولا من رئيس جامعة ولا حتى من وزير لازم جواك تبع عارف انك أهلا من كل دول وانهم كلهم نحت حزاء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم ييجي واحد يقولك من تواضع لله رفع قله ماله بس تواضع لمين لله أيها لله إنما أتواضع للناس ليه هو أنا أحسن بينهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإحنا الحمد لله ربنا أعزنا بالإسلام والإيمان والتقوى ما نحسش بنفسنا ليه ده حتى يبقى بطر على نعمة ربنا سبحانه وتعالى إحنا يا أخوانا خيرة خلق الله عشان مش بس مسلمين إحنا مسلمين وبحق هو المنافق ده إيه ما هو مسلم برضه وممكن يبقى بيصلي وبيصوم وبيسك عادي بس ربنا قال عليه إيه في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق الله العظيم في الدرك الأسفل من النار أعاذنا الله وإياكم يعني في أوطى حتة في جهنم والعياذ بالله وتيجي تقول لي ما تحسش بنفسك لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة